ماذا يوجد على بطاقتك المصرفية؟ ماذا يوجد على بطاقتك المصرفية؟ أي استمارة التي تستطيع أن تدفع بها ماذا يوجد على بطاقتك المصرفية؟ أي يمتلك منزل إن ونن بتاكنت أنت تدفع ضريبة البلدية في البلدية التي تعيشها فيها أ صحيح غير صحيح ماذا يوجد على بطاقتك المصرفية؟ أي الإعفاء من الضرائب البلدية يعني؟ أي لا يتعين عليك دفع أموال الضرائب للبلدية ب أي أنك تدفع أموال الضرائب للبلدية أي أنك تدفع أموال الضرائب للبلدية لاحقاً أي أنك تدفع أموال الضرائب للبلدية لاحقاً أي أن ليوناردو يريد لاحقاً تحقق من قراءة عداده في حسابات السنوية ويمكنه القيام بذلك عن طريق أي بنسخ بطاقة قراءة العداد أي بإرسال بريد إلكتروني ببيانته المدخلة أي أنك قد استهلكت طاقة أكثر مما كان مقدراً في العام الماضي سيكون المبلغ المقدم الخاص بك أعلى في العام القادم أ. وار ب. نيت وار أي هناك توقف في أ. دميتركاست أي خزانة العداد ب. أين الكتريس أبارات جهاز قهربائي س. أين ستوب كونتاكت في المقبس يوفر بلايخ أدريس إيز أي عنوان التمريد الخاص بك هو أ. هيت أدريس باريو في البلايخ الفونت أي العنوان اللذي تعيشو فيه ممرضتك ب. هيت أدريس باريو بدرايف سارتس باركت أي العنوان اللذي عملو فيه طبيب شركتك س. هيت أدريس بار اوبين تاينس يو زيكت أي العنوان اللذي كنت فيه أثناء مرضي أي ما هو اسم قسم المستشفى الذي سيتم وفحصه كفية أ. دي أبنامة أي التسجيل ب. دي بولي كلينيك العيادة خارجية س. دي بهاند الكامر أي غرفة العلاج دي دي بوست البريد خالد داتي فاند بلاستندرخ كريخت فوري في الزرغفرزيكرين هيت أي المال اللذي تسترجعه من الضريبة للتأمين الصحي الخاص بك يسمى أ. بريمي أي متل مكافأة ب. زرغ تسلاغ بدل رعاية س. اي خرزيكو أي ما يسمى بالمخاطر الخاصة دي زيك تكوستن اي نفقات طيبية فريا اي زب فاكنسي اي نيدرلند زي فيل دينهاخ بيزوكن فريا تقضي إجازتها في هولندا هي تريد زيارة دينهاخ هل يمكن لي فريا أن ترى برلمان هولندا هناك؟ أ. ني هيت بارلمان إسين أمستردام لا البرلمان يوجد في أمستردام ب. يا هيت بارلمان إسين دينهاخ نعم البرلمان في دينهاخ س. ني زيكونا نيد بارلمان إن روتردام زين لا يمكنها رؤية البرلمان في روتردام أحيانا يأتي الطبيب إلى بيوت الناس أ. بار ب. نيد بار أن سلاب تابلتن كن يفر سلاب تراكا أي يمكنك أن تصبح مدمين على أقراص النوم أ. بار ب. نيد بار أي لجنة تقييم الإيجار يمكن أن تساعدك في حل المشاكل مع المؤجر أ. بار ب. نيد بار أي قمت بإحضار كلب فماذا تفعل؟ أ. يموت ديت أن دخمينت دور تخيفة إن بلاستن بطالة أي يجب عليك أن تبلغ البلدية بذلك وأن تدفع الضرائب أ. يموت ديت أن دخمينت دور تخيفة إن بلاستن بطالة أي يمكنك إبلغ البلدية بذلك ودفع الضرائب أ. يموت ديت أن دخمينت دور تخيفة إن بطالة المريض أ. بيترشخب أي بالشفاء العاجل ب. خفلي سيتيارد تهانينا سي خيكون دوليرد أي تعازي أ. يموت ديت أن دخمينت دور تخيفة إن بطالة أي لأنه يمكن إعادة استخدام بعض الأشياء أي إعادة تدويرها سي أم دات يتخد كوبر إيز لأنه أرخص أي أنه في حالة حدود ماسين كهربائي يضمن جهاز الحالي المتبقي أن الطيار أ. بلايف تفيرك أي يواصل عمله أ. بيترشخب أي يتوقف عن العمل سي سي تبريد أي سيحترق يووكوكاست إيز قبط يوهيفت إن نيوه جوكوكاست أ. تلاجتك معطلة وقد اشتريت تلاجة جديدة فما تتفعل بالتلاجة القديمة أ. إرزيت نحين خفار ليك ستوفن إن دوس أي لا يوجد فيها مواد خطيرة لذلك يمكنني أو سوف أضعها في الشارع قرب الحوية ب. إرزيت نفال خفار ليك ستوفن إن دوس زيتكات بي دي كيموبوكس أي يوجد فيها مواد خطيرة لهذا سوف أضعها قرب صندوق المواد الكيميائية إنه كبير جدا بالنسبة للحوية لذا يجب أن أذهب إلى مركز إعادة التدوير أي في هولندا لا يسمح للأبا باختيار المدرسة لأطفالهم أ. وار ب. نيت وار دي إي إيدي بسليست أو أين فربيف سفرخوانين كريغت أي دي إي إيدي خدمت الهجرة والتجنس هي التي تقرر ما إذا سيتم الحصول على إقامة أ. وار ب. نيت وار أي حتى أي سن يحق لك الحصول على تمويل الطلاب أ. حتى تصل إلى سن ثمانية عشر ب. فور أل تايد يعني دائما يمكنك الحصول عليه س. فنف أختين يار أي ابتداء من سن ثمانية عشر هيت أندر ويس أنتفاند سبسيدي فن أي التعليم يتلقى يعانة من أ. دي نيدرلانس أوفرهيد أي الحكومة الهولندية ب. دي نيدرلانس بانك أي البانك الهولندي س. دي نيدرلانس بدريفن أي الشركات الهولندية أي كورسوس إيس أي صف دراسي هو أ. أين أنت الليسن أوفر أين بيبالد أندر ورب أي عدد من الدروس حول موضوع معين ب. أين لس أوفر أين أندر ورب أي درس واحد يدور حول موضوع ما س. أين فير ياريخ أو بلايدين أي دورة لأربع سنوات اي نودحت يو بورن أوت أم تكومن أيت فاتزقت اي لأنك قمت بدعوتي جيرانيك للأكل فماذا سوف تقول أ. هبن يوليزين أم تفاندل ألا ديكم رغبة في التنزه ب. في نيوليت لوك أم تكومن أيت أي هل تجدونه ممتعا إذا قدمتم للأكل س. في أي مطعم تريدون الأكل أي هذه المنازل معزولة جيدا ومضادة للضوضاء تعني أي أن هذه المنازل تنقل قليل من الضوضاء سواء في الداخل أو في الخارج أي هذه المنازل القائمة بذاتها أي أنه سوف يقام حفلو حيين قريبا أي أنه سوف يقام حفلو حيين قريبا الجيران يعجبهم يعني عندما يساعد الجميع في التنظيم فماذا يمكنك أن تقول للجيران أ. إك فيل هلپا ما تكن إك دون؟ أريد المساعدة أي أريد أن أساعدكم فماذا يجب علي أن أفعل؟ ب. إك هوريت فيل أص أليس كلار إيس لأنني سأسمع عندما يكون كل شيء جاهدا س. إيكم ألين أصر أين إيس أي سأتي فقط إذا كان هناك أكل إيستي زونن في إيو تاون إيبار هون نو آل في دير داق أخص ريالكاً في باربيكو إن إيو هيفت فير أرغلاست فان دروك فات دوت إي أي أنك كنت تأخذ حمام الشمس في الحديقة في حديقتك ويقيم الجيران الآن حفلة شواء لليوم الثالث على التوالي وأنت منزعيج مرة أخرى من الدخان فماذا تفعل؟ أي أنك تتصل بالشرطة أي أنك تخبر الجيران أنك منزعج جدا من الدخان وما إذا كان يمكنهم تحذيرهم سبقا في المرات القادمة يعني أنك سوف تنتقل لبيت آخر أي أين يحصل الأطفال على التلقيق اللقاح أي عند مكتب الاستشارات أي من يحتمل أن يرحبوا ببعضهم البعض غالبا أي من يحصل الأطفال أي ناس في قرية أي من يحصل الأطفال أي ناس في مدينة أي أين يحصل الأطفال أي أين يحصل الأطفال أي أنك تتصل الأطفال أي أنك سوف تنتقل لك أي أنك سجد الأطفال أي أنك سقط في عطلة نهاية الأسبوع وربما قد قسرت دراعه فماذا يجب على أن تفعل؟ A. يدوت نيتس إن كيكتفت ماندح أو فرئيس أي لا تفعل شيئا وطرما إذا انتهى يوم الاثنين B. يبلت أين أين تفاي أي تتصلوا بـ 112 C. يبلت دي هاوس هارسن بوست أي تتصل بمركز الممارسة العامة D. يخاطنا دي سبو دي أيسن دي هولب إن تزيقن هاوس أي أنك تذهب إلى غرفة طوارئ في المستشفى يموت يا إيدنتي تيتس كارت مينيما ناري تزيقن هاوس يجب عليك إحضار بطاقة يهوية تلك المستشفى A. وار B. نيت وار زئيز إنسلاب خفالة بتاكن أي أنها سقطت نائمة أي هذا يعني A. زئيز خانسلاب أي ذهبت للنوم B. زئيز رشتخ أي أنها هادئة C. زئيز واكر أي أنها مستيقظة ترجمة نانسي قنقر